وزارة الصحة تسحب 16 دواء يحتوي على مادة الفالسيرتون المصابة بثلوة مسلطن والموجهة لفائدة مرض ارتفاع الضغط الشرياني والأمراض القلبية والمتوفرة في السوق المحلية وزارة الصحة أمرت مدرأها الولائيين والصيدلية المركزية للمستشفيات والمصنعين المحليين إضافة إلى الصيدليات ومتعامل توزيع بالسحب الفوري لحصص تخص هذا الدواء قرار تجميد تسويق وإنتاج الحصص اتخذ على إثر التحذيرات الدولية التي أطلقت وشمل مخابر محلية هي إنفاميديس وميرينال وندفارماديك وتافكو هذا ونصحت وزارة الصحة المرضى الذين يأخذون أدوية تحوي على الفاسلتون عدم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الطبيب المعالج